لو الحكاية فيها إنا فيديو هو شغال أصلاً موظف روزا اليوسف وماسك عمارة هنا شغال فيها مقاول بيحسن من دخل وظروف البلد ووحشة والدنيا صعبة مع تلت بنات مش عايز يحرمهم من حاجة واحد شغال شغلانتين الناس بتشتغل بثلت شغلانات عشان تكفبتها أنا في دجل ويوم الخميس قال له العايز خمت ثلاث قال له بتوعية عنس قال له عشان نسيبك تشتغل لإما مش أخلي طوبة تنزل هنا ولا أخلي عامل يشتغل قال له ازاي انت بلطاجي علي قال له لا أنا مش هديلك حاجة قال له عشت تشتغل زي الناس اشتغل وديك الفلوس اللي انت عايز بس مش هتاخد حاجة غزباً عنه مما قاعد يشتم ويعمل كده رح قال لي فوسط الناس قال لي محمد أنا هعد عليك بكرة ما جهزت ليش الخمس تلاف جنيه أنا مش هخليك تعد ساعة هاجة أخلص عليك ابني دي بقى ايه دي قاعد على البيت في البيت هنا ابني بقى اللي هو الغطاني قال له يا راح لأخوه قال له يا ابني ما ينفعشت كده عيب يعني ما نبقى جران وتعمل الحركات اللي انت بتعملها دي خد مننا خمسمية ما لكش دعب أخويا قال له لا التابلية اللي انتوا بتاكلوا منها دي احنا لازم كلنا ناكل منها وانما جبت سي الفلوس اللي أخويا قالك عليها أنا هتصرف تصريف تاني معاه واخويا دي سوق الشارع خلاص ابني لما رد عليه وقال له كده راح سايبه وجه راحوا بحثين واحد اسمه مسعود لبني جم هنا بالليج بقول له دلوقتي آنس بيقول لكم شوفوا حلوا الحوار عشان خاطر هو مش هيسيب لكم محمد ما دفعتوش الفلوس هيموته المهم قال له احنا مش هندفع حاجة هو مش راجل علينا يجي يشتغل زي الناس وياخد ايه؟ فلوس قال له قديني حذرتكو واديني قلتلكو ما فيش الموضوع خلص وخلاص ومحمد طلع بيته وكل واحد طلع بيته ابني بقى بقى يوم الجمعة الواحد دي دي رسحه من نفر اليوم ده وتعادي وابقى سجحته وفتر 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 وقاعد معيه وبقاعد معيه وبقاعد حق له هذر ما فيش اي مشاكل بقاعد حق له هذر معيه لفتران معي تعال يا ابن فتر قال له ايه اما ده نريحة حسب الايه الصناعية اللي صغلين في البيت وهاجي المهمة انا دخلت انا جاتنا غيبوبة ستكر وروحت داخلها نايمة ما نصدريانا بحاجة كلها بيبصها العمال ما فيش عشر دقيق وواقف لا مين جاي له مسعود اللي هو جاله قبلها بيوم بالليل بقول له اناس بيقول لك عملت في الخمس تلاف جنيه رح رضي عليه قال له انا مش شوفش وشك هنا تاني انا مش هدي لحد فلوس غزبا عنه ما تجليش هنا تاني قال له يعني مش هتدفع لما دفعتش اناس هيجي خلص معاك بنفس الاسلوب قال له يعني هيجي عمله قال له عمله اللي انتو تعملوه رح رفع التليفون على اناس قال له تعالى دا مش عايز يدفع تعالى خلص معاك ما فيش دقيقة اناس دا كان جاي داخل بالمطوح عايز اداله فين؟ في بطنه رح محمد لولا بيعت شوية رح مدله في رجله اول ما لقوا الناس جاي تحوش لأ الناس بقى تلمت ما تقود رح مطلع المسدس قاعد اتضرب في الجو عشان يعرفوا ايه؟ يجروا محمد كان واقع في الارض والدنيا غير قدام ما فيش تلاحظة وسمعنا صويت احنا نزلت قال له دا تعاوروا جري باع المشتش مات ازاي؟ قالوا دا انا اتضربوا بالمطوح في ركو اطعوا سوريان قلبه ومجوا جري طبعا انا على بال ما رحت هناك انا يعني في غيبوبة مش عارفها انه هو ابني بقول لي هو مين؟ مين يا ولاد؟ قالوا دا دوكسا محمد دوكسا اللي متكون في قلب التوكتوك دا على بال ما وصلوا جميع الفتح قالوا يا جماعة احنا مش هناخده وردوا القطر على بال ما وصل هنا كان مات طبعا انا يمو هنا على الترير بقى يضرب ضم على التلفزيون ويضرب ضم هنا حكده انا برضو في غيبوبة يعني عمال اصورت برضو بس انا في غيبوبة مش عارف اعمل ايه هقرب على ابني ازاي ولا اعمل ايه والدنيا بقى ملك ملك بقى يجري ابني محطش منطق الدار بقى محطش منطق الدم دا بقى كان في السوارع كل ما يشلوه الدم دا يضرب عرقه بقى يضرب دم الصف وراح اقول لو عمين الشرطة خده ودع له ايه اسم المعادي واحنا الدائرة بتاعتنا تبع اسم دار السلام انت راح تودي اسم المعادي ليه وعمل له محضرة اسم المعادي وبيتكلم بقولي الاسم بتاعي واليومين اللي فاتوا دول بيعرض بيقول خدوا اثنين مليون جنيه وتنزلوا عن القضية اما هاخدلكوا واحد تاني ولا مليار جنيه هيعوضوا دمه ولا حنيته علينا ولا هيعوضوا عياله اللي تيتموا دو الفلوس هترجح الحنال عياله مش هتعمل حاجة الفلوس لا انا هتجنن هلش مصدق ان هو مات انا كل يوم بتخيل ان ابني هنا في البيت انا هتجنن هتجنن وكل ما اطلع برا بانده وعايد اقول له انزل اي بطر يا محمد اجيب لك يا محمد تاكل يا محمد دوت وده سفرته عنك برا كل اللي حاجة اللي كان محببا ده لله رحمة ويسافر مش هنسيب حق مش هنسيب لو ده في العزة ما ما كنتش اخليك لو مش حق لو قدامي هاخدونه مش هخليه يتحرك ولا يعمل اي حاجة هفضل وقت تظهره واحنا لو يا الواحد لو يعلم الغد كنا مسيكنا انز ده اسمناه مليون حتة مش حتة واحدة ولغاية وقتنا هزا ولغاية وقتنا هزا انا لو شفتك يا انز زي ما يتمتي على المحمد هيتم عيالك وربنا هيجب لنا حقنا بقول له احتسبتك عندي ربنا احتسبتك ابن عندي ربنا وبقول ان انز ده عايزي يتقطع حتك ما موت سي موته طبيعي زي ابني ده راب ابني وصفاه عايزي يتصفى زيه هننويته من جنزيته هنقطعه زي ما هنخلي دمه ساير في حتة كلها زي ما خلى دمه كله ساير في الشاعر احنا الناس كلها بزعر يعني احنا انا اخو القتيل ماشي يمكن الناس اللي برا عندها زعر اكتر مني بسبب اخوية المنطقة كلها زعلان عليه طلب القادة طلب حق طلب حق العالبي بس بطلب بالكساط يقتلوه زي ما اطلب باب هو ده اللي انا بطلب بيه زي ما عادم ابني يتعدم مش طلبين حاجة اللي نزيلة على كده ما نشوفه كده يتعدم كده حنسترين لعن دلوقتي ماخدناش عازم ان كلامي ده يروح للنائب العام الكلام ده يروح للنائب العام ويوصلوا للسيسي على ثاني السباب كلها بتموت هنا وبيختصبوا الحارين الكبيرة وبيضربوهم ويموتوهم كل الكلام دوت في المنطقة ما ينفعش ما ينفعش ولا بشوف النم قالوا الام اللي انت شايفاها دي حتى الحط اللي هو مات فيها الناس بيضوها وعملوا فيها زرع وخلوها نضيفة بره والناس جابت كل دير وناس عليطلوا صور في الشارع الناس كلها بتحبوا هنا في المنطقة